طفل اليوم في مطار النجف اخترق مطار النجف ما احد يعرف بيه شون طاب شون طلاع سعد على طياب نص طيارة وبين الركاب قاعد يتسول مطار النجف غير قادرين على حفظ امنه ومخترق من قبل طفل متسول كيف اذا المواطن يسأل كيف اذا حدود البلد وضع حدود البلد كيف حدود المدن ولا عتب على داعش وغير داعش اذا هم مطار مقادرين انه يحموه من متسول يدخل يخترق ويصعد بالطيارة يتسول وما حد يدربيه شون طب وشون طلع كيف اذا داعش والدنيا نعم سيد سرمت تعليقا يعني بداية خديني احيي يعني حقيقة قضية غريبة هاي اذا سمعت بينا منظمة الطيران العالمية هاي يستد كل مطاراتنا يمكن هذا يعني قاعد يجدي بالطيارة يعني حقيقة اليوماني اقرأ الخبر ويعني هسا هما حقبوهم بس يعني ما ادري ما اعرف هاي ممكن مين طاب من السياج يقول تاكسي موصر ما هذا مطار اختراقه طفل متسول طفل اختراقه كيف حدودنا حدودنا شلون يعني يعني هذا يعني على كل يعني مو حدودك هسا من البارح اليوم وبتلينا بداعش يعني من البارح اليوم كوارث عندنا في تازة وبشير جلو لا وبالحويجة وقرب وهي غير ما معلن منها وهنا اريد انبه على شغلة واستاذي يعني هذه شغلة جدا مهمة ارجو ان تنتبه الها القيادات الامنية والعسكرية شوف دائما العدو عندما يفقد اعصابه عندما يشعر بتضييق الخناق عليه هو طبعا هذا بمدح وبتنبيه احنا قمنا بعمليات نوعية خلال اسبوع المضى خلال اخر عشر ايام حقيقة يعني عمليات نوعية ممتازة وقتل الكثير من الدواعش لكن الان نتحول عمله الى عمل اخطر اخطر وخطر جدا واذا ما ننتبه سنتفع الكثير من الضحايا احنا من الباحة اليوم كنا 12 مدني الان بدأ يهاجم المدنيين يعني ما لهم علاقة بالموضوع لذلك لذلك يعني القتل بجلولة العدو كان على مرتفعات ورمى على البيوت يعني في جلولة قرية الاصلاح وفي بشير كانوا الناس طالعين للحصاد وقتلهم طبعا هذا الموضوع اخطر من التعرض للقطعات العسكرية يعني خلي يكون قدهم علم للي يسمعنا ليش؟ لأن معناته هو بدأ يشعر بأنه يحتاج إلى عمليات مؤثرة على المجتمع العراقي وهذه العمليات مؤثرة جدا على البنية الاجتماعية العراقية خلي ببالك يعني احنا ندرس خلي نشخص ونعرف شون الشغل دي يصير الأخطر من ذلك ماذا عملتم للقطعات الماسكة؟ أنا أعرف القطعات الماسكة الموجودة في تازة يعني أتمنى أنه على الأخوة في الحج الشعبي أن ينتبهون إلى الصور ديواء 16 أو شيء من هذا القبيل يجب أن ينتبهون أنه كيف السلة لداعش من خلال هذا القاطع أنا أحاسب أمراء القواطع الكل ويجب أن تكون أمراء القواطع ضمن قيادات العمليات وقيادات الفرق العسكري ويستلمون الأوامر منها أفضل لأنه في هذه الحالة راح نقدر نسيطر ونقدر نحاسب لأنه يوم أمس اللي حصل صعب جدا هسا راح نترك الطائرة مسيرة اللي ما معروف أهدافه اللي على قائدة محمد علاء الجوية بس خلينا نتكلم عن موضوع داعش وموضوع هذا المتسول أنت تسميه متسول بالفصحة أنا أقول لك مجدي يا جماعة مجدي طابل الطائرة والله العظيم أنا كلما أسمع الخبر يعني أبتسم تبقائيا هذا شون صعد؟ شون صعد بالدرج؟ شون صعد يجدي؟ لك صدوق تريب أنتو شون؟ شنه الحلل هذا؟ شنه الحلل هذا؟ زين؟ هذا ما صايرة يعني إحنا وين أكويت شيء؟ وين هل وضع هذا؟ لذلك يعني أتمنى أن تتخذ قرارات شديدة في هذا الموضوع وخاصة في المطارات اللي تابعة للمحافظات هذه كثير تحصل بها حوادث حوادث أخرى حوادث كثيرة ربما قسم منها يمس البنية العراقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر